اشتركوا في القناة امتى بقدر اشتري اجهزة الكترونية امتى بقدر اشتري عقار امتى بقدر اعمل عمليات تجميل امتى بقدر اسوي يعني كل الامور الضرورية اللي ممكن اني انا افكر اني انا اعملها طبعا بما انه عطارد بيت راجع فاحنا دائما ما مننصح باي شيء اه مهم او ضروري او توقيع عقد او عمليات تجميل او اه شراء اجهزة الكترونية تحديدا او سيارات او امور في هاي بهذا الموضوع واذا اضطرت انك انت بدك تشتري يعني لا محالي خلص يعني لازم تشتري انت بالفترة هاي لازم تتفقد السلعة اللي انت بدك تشتريها او الجهاز اللي بدك تشتريه او سيارة بدك تتأكد من الكفالة من الضمان من العقود من النقل من الشحن من اله كل الامور هاي بدك تتفقدها بشكل قوي جدا لانه الفترة هاي بيكون ما فيه تركيز فعشان هيك ممكن نسبة كبيرة يصير فيه اخطاء فعشان هيك بنقول دائما بعد انتهاء تراجع طارد طيب ام تبدو ينتهي تراجع طارد احنا ذكرنا انه يوم 12 الشهر 12 سبعة رح ينتهي التراجع ولكن رح يستمر تأثيراته ثلاثة ايام يعني يوم 15 الشهر 15 سبعة بانتهي التأثيرات السلبية وببلش تأثيراته ايجابية فعشان هيك اللي بده يعمل ايش ضروري من المفضل انه يأجل لغاية ما ينتهي تراجع طارد وفي حال انتهى تراجع طارد رح تنتهي برضو الزوايا المقابلة اللي رح تكون ما بين الشمس وما بين الكواكب اللي موجودة كلها بالجدي ما بين بلوتو ما بين زحل ما بين المشتري اللي كلهم بيتراجعوا هاي زاوية التقابل سلبية وإحنا رح نذكرها ان شاء الله في الايام القادمة في التوقعات الاسبوعية انا ذكرتها يعني وذكرت تأثيراتها ولكن اللي ما بده يسمع التوقعات الاسبوعية وبده ينتظر ففي الايام القادمة ان شاء الله رح نذكر عن هاي الزوايا وتأثيراتها ومدى خطورتها وبتتركز خطورتها على ايش تحديدا ولكن هو تاريخ خمسة عشر شهر ما بعد خمسة عشر شهر رح يكون فيه انفراج كبير على كثير من الابراج وتغييرات كبيرة رح تصير بتأثيرات ايجابية بسبب انه طبعا يعني اقتراب انتقال الشمس لبيتها الاساسي اللي هو للأسد فرح يكون فيه قوة كبيرة لانتقالها برضو عطارد اللي رح يرجع للحركة الامامية الزهرة اللي بتجهز حالها للانتقال كلها هاي رح تعمل يعني فيه نوع من انواع التغيير الايجابي رح يكون بالفترة القادمة طبعا مش طول الست شهور او طول نهاية السنة ولكن هي التأثيرات بتكون يعني فيه اشهر بتكون معك واشهر بتكون ضدك على حسب الزوايا وحسب التأثيرات وعلى حسب طالعك يعني فيه اشياء كثيرة لازم نكون من تبهين لها بالنسبة للتوقعات واحنا دائما نحاول بالتوقعات اليومية وبالتوقعات الاسبوعية اني انا احاول اني اظن متابع معكم بكل التحركات وبكل الزوايا بكل الاخبار الفلكية التأثيراتها الصحيحة مش تأثيراتها المغلوطة على اساس انه نهول الموضوع واني الفت الانتظار النظر بالنسبة للعنوان عشان الناس تدخل تحضر الفيديوهات لا هي شغلات علمية وشغلات بسيطة على اساس انه انتو تكونوا على طول عارفين شو سبب التأثيرات اللي بتصير معاكم وايش سبب الضغوط ايش سبب التعطيلات وبرضو الفترة الجاي رح يكون فيه ايش الفترات الايجابية اللي انت ممكن تستغلها وتكون لصالحك بدناش نطول احنا بالمقدمة ولكن حبيت اني اجاوب على الاسئلة هاي لانه الفترة الماضية كان صعب جدا علي اني انا اجاوب على اي اسئلة كانت ان كان على الواتساب ان كان على التليفون ان كان على المسنجر ان كان على الرسائل بسبب وضع صحي معين بسبب ظروف معينة ضغطت علي بشكل كبير فعشان هيك كنت بس يا دوب اني اقدر اسجل الحلقة وعلى اساس اني انا ما اقطعكو لانه كانت حتى الظروف ضاغطة كان فيه احتماليات كبيرة اني انا وقف التسجيل بالفترة الماضية ولكن ان شاء الله انه يعني مشت الامور وان شاء الله اننا منظرنا مستمرين على نفس النهج وعلى نفس الترتيبات خلينا نروح على توقعاتنا وان شاء الله انه اليوم يعني بكون في بعض التغييرات اللي ممكن بعضكو بنتظرها طبعا توقعاتنا اليوم اليوم الجمعة عشر سبعة القمر ما زال موجود في الحوت لاخر يوم رح يكون متواجد اغلب اليوم في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح وحكينا انه تأثيرات القمر لما بيكون موجود بالحوت في هاي الفترة بتلعب الناحية الروحية دور بارز بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز بموضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار او قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمل ونتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع بحبائل الغرام موسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الى التصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل معنا خلال هذا اليوم هي اربع زوايا اول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة ستة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر ونبتن رح تكون في تمام ساعة عشرة وستة وخمسين دقيقة ظهرا تجعل بعض الاشخاص يجنح للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة عصرا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية القبل الاخيرة هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة اربعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحوت حكينا انه خلو المسار القادم رح يكون يوم احدى عشر سبعة رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة خمس وخمس دقائق صباحا لينتقل برج الحمل يعني هذا اخر يوم ضغط على برج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير عمره عشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير خمس وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة مزاجه منتحس القمر في الحوت حتى يوم احداش سبعة المزاج ممتزج عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء لغاية سبعة ثمانية مزاجه سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 المزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في بيت المتاعب فبيتك الشخصي أو البيت الأول لإلك صحيح أن المريخ موجود بيدعمك بيعطيك طاقة بيعطيك جراءة بيعطيك في لحظات بيشحنك بطاقة كبيرة ولكن أن تواجد القمر تلقى في الفترة في بيت المتاعب بيخلي المزاج شوي متقلب عندك وبيخلي فيه عندك نوع من أنواع العصبية وردات الفعل السلبية فحاول أنك ما تفرض سلطتك بالفترة هاي أو تتحكم أو تتهكم على الأشخاص اللي موجودين حواليك حاول أنك ما تكون فضولي ما تتدخل في شؤونهم بعصبية وحدية وعم حاول تفرض السيطرة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان الأمور تمشي معك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن يصير معك مفاجأة أو إشي هيك يفاجأك على المستوى المالي فممكن بعض الاهتمامات المالية أو أعمال إضافية أو مستردات مالية أو نوع من أنواع الدعم المالي يعني بمعنى آخر أنه فيه إشي على المستوى المالي ممكن حتى جدولي لحسابات أو لديون تكون صعبة بالفترة الماضية اليوم تقدر تنجزها بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا رح يكون فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك لو التزمت الهدوء عندك قدرة عالية جدا على الإقناع وسرعة بديها عالية بتنشط بتحركاتك واتصالاتك وبكون عندك رغبة للتنقل أو للاجتماع أو للحوار خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت يعني فيها نوع من أنواع الضغط صحيح بتسبب نوع من أنواع التوتر ولكن الزوائل اللي رح تتشكل مع القمر رح تعطيك نوع من أنواع الإيجابية أو اجتماع عائلي أو لقاء أو عزوم مثلا أو لؤلمة مع أفراد العائلة أو اهتمامات بمشكلة عائلية أو خبر ممكن يجي على مستوى العائلة أو ترتيبات تصلحات على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فحساسيتكم العاطفية اليوم بتكون الزيادة فعشان هيك بتتحسسوا من بعض المواقف العاطفية أو مع أحد الأحبة يعني مع الحبيب أو بتتحسسوا من موقف معين أو من كلمة أو من تصرف وممكن تزيد حساسيتكم من تصرف أحد الأبناء أو أحد الوالدين حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي السلبية تسيطر عليك أو تضغط عليك بالفترة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنهمك ببعض الأعمال أو تنشغل ببعض الملفات أو الأوراق أو التفكير في مسائل إلها علاقة بالعمل وتطوير العمل ممكن تنشغل بإنجاز بعض الأعمال عشان ما تتراكم عندك وفي منك رح ينشط ببعض الأمور الصحية أو الرقابة الصحية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاونوا مع شركائكم على حسب طبيعتكم أهم شيء أنه ما تخلي الحساسية أنها تسيطر عليك وتعمل نوع من أنواع المشاكل ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة ممكن تنشط ببعض المسائل المالية المشتركة أو تحصيل بعض الأموال اللي إلك أو ترتيب بعض الديون أو الأوراق أو يعني ممكن قروض أو أشياء من هيك شوي تنهمك فيها أو تناقش فيها أو ترتب وضع مالي معين أهم شيء أنك أنت ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فهي بتسبب نوع من أنواع الحدية أثناء النقاشات وخصوصا في مجال الدين أو السياسة أو الفلسفة أو أمور إلها علاقة بدراسة ما بتركز فيها بشكل جيد أو ممكن تبحث عن مسألة معينة شوي وتلاقي فيها نوع من أنواع التعقيد في حال أنك أنت بدك تشتري سلعة من خارج البلاد ممكن يصير فيه تعطيل أو تأخير لوصولها لا إلك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة وبتعزز بعض النقاط لصالحك أهم شيء أنك ما تغامر وما تحاول أنك تشوي سمعتك بالتأخير عن دوامك مثلا أو عن العمل أو تدخل بنقاشات حدي مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تغامر بمغامرة شوي يكون فيها نوع من أنواع المسائلات القانونية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى علاقاتك وأصدقائك يعني ممكن تنشط ببعض اللقاءات أو تقابل بعض الأصدقاء خلال اليوم أو يعني يكون فيه مناسبة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لمة مثلا أو خروجي أنت وأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني زي ما حكينا ممكن تشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص اللي بيشعر بأشياء صحية والعلاج ما يهمل خذوا قسط كافي من الراحة بتحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة خلال هذا اليوم وبتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس برج الثور طبعا بالنسبة لبيت الشخصية اليوم عندك بكون شوي متقلب ما بين إيجابي وما بين سلبي طول اليوم في لحظات بتحس حالك عندك نشاط عالي جدا وثقة بالنفس عالي جدا وفي لحظات ممكن الملل أو الروتين أو الاكتئاب يسيطر عليك في لحظات فعشان هيك طول اليوم رح يظل فيه نوع من أنواع التقلبات رغم أنه إذا شحنت حالك بطاقة إيجابية بتقدر تنجز أشياء كثيرة خلال هذا اليوم حاول تستغل هذا النهار لأنه ابتداء من الغد القمر رح ينتقل لبيت المتاعب للحمل فالفترة القادمة شوي فيها نوع من أنواع صعوبة حاول أنك تنجز الأشياء المهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء الداعمة على المستوى المالي صحيح أنه فيه مصريف الزيادة أو دفعات أو اهتمامات أو قلق من وضع مالي إلا أنه برضو فيه فرص ممكن تحصل بعض المكاسب تجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي نحكي أنه فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية خلال هذا النهار ممكن تنزعج أو تحاول تفرض سلطتك أو تعصب الزيادة عن اللزوم أو يكون عندك تشتت فكري فممكن لو عندك دراسة أو تدرس في موضوع تلاقي حالك أنه ما عندك نفس للدراسة وما فيه تركيز أو الاستيعاب بقل شوي حاول أنك برضو أنك تركز لأنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة وما استعدت أكيد رح تكون فيه نوع من أنواع الفشل فبدك تستعد بشكل جيد وبدك تحذر أثناء تنقلاتك بالسيارة ما تندفع وما تتهور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع التقلب على مستوى البيت ممكن تكثر عندك الالتزامات أو الأشغال أو اللقاءات العائلية أو يكون عندك مسؤوليات عالية على مستوى البيت ممكن ينفتح نقاش أو حوار بتعلق فيك أو بأحد أفراد العائلة هذا الموضوع ممكن أنه تصل لمرحلة أنه يستفزك أو يكون جوابك شوي صعب فما يتقبلوا منك أما بالنسبة لإهتماماتك المنزلية أو نشاطاتك العائلية بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة خلال هذا اليوم فإما أنها بتحمل لك لقاء مع حبيب أو تواصل أو زيارة أو تفقد أحد الأحبة له واحد من الأبناء مثلا أو واحد من الوالدين ممكن اليوم تسعد بلقاء الحبيب أو بالتواصل معه أو باتصال منه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل وهي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباق خلال هذا النهار صحيح أنه عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال إلا أنه العمل يابكون كثيف يابكون مرهق يابكون متعب يابا أنت بتكون تعبان من حصيلة عمل أنت بتكون قائم فيه يعني في عندك إرهاق جسدي أهم شيء اللي بشعر بأي أعراض جانبية صحية أنه يراجع الطبيب وما يستينتظر بدون مراقبة طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة فهي بتدعم من علاقتك بالشريك أو بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه ممكن أنه تختصروا كثير من المشاكل خلال هذا النهار أو تتجنبوا أنتوا المشاكل لأنه أنتوا ما بتكونوا تكبروا المواضيع حاول أنه أنت تضلك على هذا النهج وما تغير مع تقلبات مزاجك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأوراق المالية شوي ممكن إنها تكون مربكة إما مسائل العلاقة بالخروض أو الديون أو الالتزامات أو مصريف زيادة ممكن تظهر على الساحة أو محاسبة تتحاسب على مصريفك أو دفعاتك أو ينذكر موضوع مالي فتقعد أنت تحسب وأوراق وأشياء من هذا القبيل فهي الأشياء أنت ما بتحب تخلي حد يطلع عليها فاليوم ممكن إنها تظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط بأمور فلسفية أو دينية أو نقاشات بشكل جيد وبرضو عندك قدرة على الإقناع ولكن إذا عصبت أو حاولت تفرض سلطتك ممكن تحدث لك بعض المشاكل ممكن يصلك خبر من خارج البلاد مقلق أو يتأخر شيء أنت بتنتظره من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة شوي يعني بدك تكون حذر خلال هذا النهار يعني حاول إنه ما تهم المسائل الضرورية أو واجبات عليك خصوصا اجتماعية إذا عندك دوام حاول إنك ما تتأخر عن دوامك أو تتغيب عن دوامك أو في المقابل ممكن إنه يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل والتعاون بالفترة هاي بكون جيد لإنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطه اجتماعيا وتسعده في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو علاقات الأصدقاء مثلا بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زال في المريخ موجود فيها صحيح إنه ما بعطي اليوم تأثيرات قوية عليك ولكن بدك تكون حذر إنك ما ترهق حالك كثير وما تتعب حالك في الأعمال والأشغال وفي نفس اللحظة حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو يعني إذا ظهر أي شيء صحي إلك أو لأحد الأحبة ما تهمل وحاول إنك تقدم الواجب طبعا على المستوى الشخصي أنت اليوم منهمك ببعض الأعمال أو مضغوط في بعض الأعمال أو عندك هيك حالة نفسية أو مكتئب من مسألة معينة أو قلق من مسألة معينة شوي المزاج عندك بيكون متقلب وعندك نوع من أنواع التركيز على موضوع معين فممكن تهمل كثير من المواضيع وممكن تتحسس بسهولة وبرضو ممكن يكون لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى بعض الأمور المالية صحيح إنه في ضغوطات أو قلق مالي بعض المسائل صحيح إنك محتار أو منشغل فكرك في بعض الترتيبات المالية أو بتحاول إنك ترتب ميزانيتك أو ديون عليك إلا إنه اليوم هذا ممكن تنشط في هاي الأمور وتحل بعض المسائل وتكون لصالحك أهميش إنك تركز بشكل جيد وما تخلي عصبيتك أو إنفعالاتك تخليك تصرف فلوس بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى النقاشات فعشان هيك ممكن اليوم يكون عندك مزاج عصبي أو ردات فعل سلبية أو تتحسس من تصرف أحد الإخوة أو أحد الجيران فتعصب أو التور خلال هذا اليوم أثناء تنقلاتك وحواراتك حاول إنك أنت تركز استعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض حتى لو كان عندك امتحان وإنت حافظه حاول إنك تدرس وتركز عليه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة فاليوم تسعد بلقاء أو نقاش أو لمة عائلة مثلا أو اجتماع عائلة أو رفقة بخروجة أو نزهة أو نوع من أنواع التغيير ولكن إنه الأجواء إيجابية وبتدعمك وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة إن أردت أنت ذلك ولكن الأجواء لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن يصيبك اليوم نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو خبر مثلا يزعجك أو تقلق بموضوع إلو علاقة بالحبيب أو ممكن يستفزك أو يخالفك في رأي أو بتصرف فتحس إنه فيه نوع من أنواع الإهمال فهذا الإشي شوي يأثر عليك سلبيا في منك ورح يكون له تعامل مباشر مع أحد الأبناء ولكن ما تحاول تفرز سلطتك عليه على أساس أنك ما تخسره أما بالنسبة للوالدين بدك تهتم فيهم وما تقصر معهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة فممكن اليوم تشعر ببعض التوعق العصبي يعني إيشي له علاقة بالشد العصبي أو التوتر أو القلق أو إيشي له علاقة بالأعصاب زي المعدة أو آلام شد العضلات أو أشياء من هذا النوع إذا شعرت أنك أنت بحاجة لطبيب يعني ما تتأخر أهم إيش أنك ما تنهيك حالك اليوم حاول تأخذ قصة يعني من الراحة ما تجهد حالك بالأعمال أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تأخذ منحنة جيد اليوم ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب ما بينكم أو تفاهم على مسألة معينة أو ممكن أنت تملي شروط أو قرارات اليوم على الشريك والشريك ما رح يعرضك ممكن يلتزم فيها ولكن ما تبالغ بطلباتك وما تبالغ بفرض الشروط أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى المالي أو إرهاق أو ديون أو فوتير أو حسابات أو بتجتهد في موضوع إلو علاقة بالدعم المالي حاول قدر الإمكان إنك تركز بشكل جيد وكرر المحاولة أكثر من مرة ممكن تزبط معك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد تقريبا يعني بيكون فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تستاء من تصرف أحد الأشخاص خارج البلاد أو تقلق على مسألة اللي بتتعلق بشخص خارج البلاد أو تنشط بجمع بعض المعلومات أو الاتصالات البعيدة وفي منك ورح ينشط في بعض النقاشات أو الحوارات خلال هذا اليوم أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابلة أو دراسة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل خصوصا في الدول اللي فيها مجال للعمل أو مدومين يوم الجمعة أو اللي بيرغب بيدخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم ممكن تحظى بشعبية وتكون لك أعمالك أو تكون أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو تقريبا نقدر نحكي روتيني يعني بتتعاملوا مع الأصدقاء أو بينكم بين الأصدقاء بشكل روتيني وودي بدون أي تأثيرات فلكية لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع اللي إيجابية اللي بتدعمك لإنجاز بعض الأمور وممكن اليوم ترغب بأخذ قسط من الراحة أو عدم إنهاك حالك بشغلات كثيرة ممكن تراقب غذائك وأكلك ممكن يصير لك اهتمامات صحية فيك أو في أحد الأحبة أو زيارة مريض برج السرطان طبعا بالنسبة للبيت الأول صحيح إنه الشمس وعطارد وبيتراجع وضغطين وبيعمل وتقلب بالمزاج عندك إلا إنه اليوم ممكن تحس إنه الأمور أخف ضغوطها ممكن تحس عندك نشاط وعندك قابلية لإنجاز كثير من الأمور وعندك اهتمامات شخصية يعني بتهتم بحالك أو بمظهرك أو بلباسك بهندامك أو بأمور إلها علاقة بأمور التجميل تقريبا الأجواء جيدة بتدعمك نفسيا إن غيرت أنت من طباعك وما خليت السلبية تسيطر عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني ممكن شوي يكون في قلق مالي أو مصاريف أو تندفع للمصاريف والدفعات والالتزامات أو تقلق بوضع إلو علاقة بالديون أو هيك الإضافات المالية أو أشياء القلق المالي لكن أهم نقطة أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى التنقلات ولكن تكون أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفة وممكن يكون لكم شوي نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم وممكن يكون عندك كثير من الأشياء الفكرية أو التعليمية أو القراءة أو الكتابة أو أشياء من هذا النوع ولكن بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر بعض المسائل العائلية أو بعض التطورات العائلية خلال هذا اليوم ممكن يكون عملي كثير أو واجبات كثيرة أو التزامات يعني إلها علاقة بالعمل المنزلي أو أشياء إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أو تنهمك بمسائل إلها علاقة بالترتيبات أو التصليحات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيد اليوم بتقارب ما بينك وبين الحبيب فممكن اليوم تسعد بلقاء الحبيب أو أحد الأحبة أو تعاونك مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين في إنجاز مسألة معينة ولكن لا تخلي الحساسية تسيطر عليك وبرضو ما تتحسس من أي موقف بصير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تتعب من إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم رغم أنه عندك قدرة على إنجاز الأعمال إلا أنه برضو ممكن تظهر مسألة صحية هي اللي تعطل هاي الأمور وما تخليك تنجز كل أعمالك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى الشراكة فيها نوع من أنواع الحدية في مجال واحد بدك تكون منتبه لها لا تحاول تفرض سلطتك لا تتدخل بشؤون الشريك وتحاول إنك بدك تشف السر أو بدك تعال بدنا نقعد نحكي وتفتح جدالات ونقاشات ونقاش عقيم يكون فهذا ممكن يثير المشاكل ويكبر المشاكل ما بينكم خلال هذا اليوم حاول إنك أنت تمتص طاقت الغضب أو طاقت الشك والغيرة ما تخليهاش تسيطر عليك وبالمقابل فرض السلطة حاول إنك تخفف منه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تظهر على الساحة زي نوع وين راحت الفلوس أو وين صرفت الفلوس أو هاي الديون من وين إجتك هاي الالتزامات وين راحت هاي المشتريات ليش جبتها يعني الأسئلة اللي بتضغط هاي فممكن اليوم تتوجه لك بعض الأسئلة من هذا النوع برضو حاول إنه إذا كان عندك ديون وبتحب إنك أنت ترتبها بشكل جيد حاول إنك أنت تستغل هذا اليوم لترتيبها لأنه في فرصة لجدولتها أو عمل نوع من أنواع التسوية على هذا الأمر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات أو التنقلات البعيدة ما بين المدن أهميش إنك تنتبه أثناء قيادة السيارة زي ما نبهنا في البيت الثالث ممكن يكون لك بعض التواصل العاطفي مع أحد الأحبة خارج البلاد أو النقاشات اللي بتكون على مستوى دين وسياسة وفلسفة ممكن تنشط فيها اليوم وعندك قدرة على الإقناع عالية جدا ولكن أهم شيء إنك ما تهول الأمور أكبر من حجمها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة نقدر نحكي إنها جيدة ولكن ما بتفتح لك مجالات للمخاطرة أو للمغامرة أو لمخالفة القوانين وما تسمح لأي شيء يشوه سمعتك خلال هذا اليوم اليوم جيد للتعاون أو العمل المشترك فممكن اليوم يصير بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل نوع من أنواع العمل أو إنجاز بعض الأعمال بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فالوضع ممكن يحدث لك أشياء مفاجئة زي لقاء أو عزومة أو دعوة أو زيارة مثلا أو تنشط باتصال مع أصدقاء أو تتفاجأ من اتصال صديق لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة ودعميتك فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو القدرة على الحفاظ على الصحة وممكن تظهر بعض المسائل الطبية اللي تكون لصالحك خلال هذا النهر برج الأسد صحيح أن القمر تحرك من مقابلكم بالكامل وصار الآن في البيت الثامن إلا أنه في نوع من أنواع الضغط عليكم وخصوصا إرهاق على المستوى المالي أو الفكر بالمال أو الأشياء اللي إلها علاقة بالمال فهاي طبعا لآخر يوم بكرة بصير الجو أحسن وخصوصا مع انتقال القمر للحمل بدعمكم بشكل جيد وبعزز من طاقتكم بشكل أكبر ولكن بالنسبة لليوم على المستوى الشخصي شوي بتحس أنه في نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو أكثر من قرار مع بعض محتار من إصدار قرار الفكر عندك نشط جدا عندك كثير من الأفكار في رأسك ولكن مش عارف إيش اللي تنفذو إيش اللي ما تنفذو سهل جدا تلغي أي قرار أو أي خطوة أو أي لقاء أنت بتكون مقرر عليه خلال هذا النهار أهم شيء أنك تحافظ على عصبيتك وما تنفعل وما تعصب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن تفتح لك بعض الفرص لمكاسب مالية أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أو أمور إلها علاقة بالطاقة الإيجابية اللي ممكن تساهم بتحصيل بعض الأمور المالية لإلك أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الهدايا ولكن ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بشحنك بنوع من أنواع العصبية والحدية خلال هذا اليوم وبرضو بعطيك نوع من أنواع عدم التركيز فممكن تصدر قرار أو كلام أنت تكون مش مركز فيه فينحسب عليك بشكل سلبي وممكن تعصب يعني في أثناء نقاش فبدالما تركز على الموضوع لأساسي تخلط كل المواضيع القديمة والجديدة والدنيا كلها تحطها في النقاش فتير مشاكل أو تكبر المشكلة بسبب عصبيتك ركز على الشيء اللي أنت بدك إياه خلال هذا النهار وإحذر أثناء تنقلاتك وحركتك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء على مستوى البيت الشوي الإيجابية خلال هذا النهار فممكن تنشط ببعض اللقاءات أو التواصل مع أحد أفراد العائلة أو ممكن لمة أو اجتماع عائلي أو يكون موضوع معين إلى علاقة في العائلة في منك رح يكون له اهتمامات على مستوى البيت زي ترتيبات، تصليحات، ديكور، اجتهادات منزلية يعني أشياء لها علاقة في الوضع البيتي يعني بكون لك برضو نشاطات جيدة وممكن تعمل اليوم تقارب عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي أنت اليوم حساس حساس كثير مش شوي لدرجة أنه ممكن تتحسس من أي موقف تيتأثر نفسيتك تنشحن بطاقة سلبية وبرضو ممكن تقلق على أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو ممكن شوي هيك يكون فيه أشياء بتمس العاطفي عندك اليوم فتستفزك زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي على مستوى العمل جيدة تعطيك طاقة إيجابية ولكن ما تحاول أنك تفرض سلطتك أو تتحكم بالأشخاص اللي بيعملوا معاك أو تفرض رأيك أو تعصب أثناء تعاملك مع زميل أو تعاملك مع أحد الزبائن أو يعني بأثناء العمل تتعامل بنوع من أنواع اللي بنسميها إحنا هيك التعالي بالخطاب أما بالنسبة للصحة فبدك تنتبه بشكل جيد اليوم لصحتك ما تجد حالك وبرضو حاول أنك ما يتبالغ في التهام الطعام خلال هذا اليوم عشان ما يصير عندك مشاكل في الجهاز الهضمي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني في نوع من أنواع التفاهم الرائع أو الودي ما بينك وبين الزوج أو الزوجي خلال هذا اليوم أو شركاء المال يعني بتحاول أنت تختصر كثير من المشاكل خلال هذا اليوم وما تدخل بمواجهات فعشان هيك بنقول أنه بميل الوضع ما بينك وبين الشركاء للوضع الروتيني أما بالنسبة للبيت الثامنة بتنشغلوا في عادة ضبط أموركم المالية من جهة ثانية ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكي أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية أو القصص أو الأفلام أو الأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء شوي بتعمل نوع من أنواع ضغط عليك للاتصالات البعيدة إما أنه أنت بتنشط باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو بيقلقك مسألة تتعلق بشخص خارج البلاد أو ممكن أنه تواصل مع شخص لحل مشكلة أو نقاش ما بينك وبين شخص خارج البلاد أهم شيء إذا كان فيه نقاشات اليوم وخصوصا إلها علاقة بأي نقاش ممكن يخلي فيه نوع من أنواع التعصب بالرأي حاول أنك تكون مرن وما تتزمت كثير وتعصب على أساس أنه ما يتنحسب الأمور عليك إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك كثير خلال هذا النهار فممكن تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو تعمل أو تنشط بأمور إلها علاقة بالعمل المشترك في منك رح يكون له تعامل مباشر ما بينه بن زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها يعني أشياء تدعمك على المستوى الإيجابي أو تعامل مع صديق أو لقاء أو اتصال أو ممكن تفقد بعض الأصدقاء أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط ما زالت بسبب الشمس وعطارد والزاوية اللي بتشكلها الشمس مع كل الكواكب اللي موجودة في الجدي فعشان هيك الأمور عندك فيها نوع من أنواع الحدية حاول أنك ما تجهد حالك كثير بأعمالك خلال هذا اليوم حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك تراقب صحتك فإذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك بيكون أفضل برج العذراء طبعا القمر مقابلكم مباشرة بالحود فعشان هيك بيشجعك وبعطيك طاقة في أمور وبسحب منك طاقة في أمور فعشان هيك خليك معي عشان أنت تعرف وين نقاط الضعف والقوة خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الأول أنت اليوم صحيح أنه القمر موجود في البيت السابع إلا أنه طاقتك شوي ضعيفة فهاي بتحدث نوع من أنواع التقلبات ونوع من أنواع شوي بتحس بنوع أنه طاقتك مش مكتملة يعني ما عندك النشاط أو الحيوية اللي أنت معتاد عليها دائما أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي بيكون فيها نوع من أنواع القلق أو المصاريف أو الدفعات أو مسألة مالية ممكن تظهر على الساحة خلال هذا اليوم فشوي تلفت انتباهك أو تقلقك أو تشغل مخك الزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتحقيق لك بعض الأمور الجيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات مكاسب برضو من الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل أو التسويق لسلعة معينة أو لمشروع ولكن حاول أنك ما تعصب وما تنفعل هاي أهم نقطة وأثناء تنقلاتك بالسيارة حاول أنك أنت تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الشوي فيها نوع من أنواع سوء التفاهم أو الضغط أو القلق العائلي ممكن شوي يكون فيه توتر ممكن نقاش ممكن حدية بالطباع ممكن الأعمال المنزلية أو العائلية تكون مرهقة كثير خلال هذا اليوم فهذا الإشي ممكن يخليك في لحظات تعصب أو تخرج عن قدرتك على السيطرة على نفسك وخصوصا في الأمور العائلية والبيتية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيد يعني بتساهم بدعمك في مسائل معينة وممكن أنه تتقارب أنت والحبيب أو تتواصل أنت وياه أو تتراجع عن قرار سابق أو يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بأحد الأبناء أو بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي ضغطة على مستوى العمل ممكن تعب صحي بمنعك من إنجاز بعض الأعمال أو بيكون عندك إرهاق من العمل السابق الأيام السابقة ممكن شوي يكون في قلق على بعض الأعمال ما تقدر تنجزها خلال هذا اليوم أو ما يكون عندك التركيز الكامل لإنجازها في منكو ممكن يهتم لبعض المسائل الصحية خلال هذا اليوم تتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني بتتركز خلال هذا اليوم أو بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء بتكون مشجعة الفترة هاي مناسبة لإتمام أمور إلها علاقة بالارتباط أو بخطوبي أو طلبي أو أشياء من هذا القبيل ولكن اذكر أنه عطارت بتراجع ما ما تحاول إن كثير المشاكل أو تكبرها إن كانت في هاي الأمور إعلاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق ولكن بدك تحذر من التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الأموال المشتركة فما زال فيها نوع من أنواع الضغط مقلقيتك بعض المسائل أو تنشط بحل بعض المسائل في حال المطالبة أو في حال مطالبة الديون لإلك أو استرداد حقوق لإلك حاول إنك ما تعصب وما تنرفز مع الأشخاص اللي أنت مداينهم صحيح إنه الفترة هاي بتشجعك على تحصيل بعض الأموال وخصوصا ابتداء من الغد بصير الدعم أكبر على هاي المسألة ممكن تحصل من خلالها بعض المكاسب إلا إنه اليوم بيتطلب منك التروي شوي وعدم الإنفعال وبرضو ترتيب وضعك بشكل جيد وتقليل مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تنشط اليوم بمسألة إلها علاقة بامتحان أو نقاش أو دراسة لموضوع معين ولكن حاول إنك تركز ممكن تلاقي أو تعاني إنه الاستيعاب شوي ضعيف أو ما عندك قدرة للدراسة أو ملل من المواضيع اللي فيها معلومات أو دراسة أو بحث ممكن تنشط اليوم برضو في أشياء العلاقة بالتنقلات ما بين المدن أو بالشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فعشان هيك الفترة هاي جيدة لأي عمل مشترك ممكن تنجز من خلاله كثير من الأمور يعني بتعاونك مع بعض الأشخاص ممكن تحقق إنجازات كان صعب إنك تحققها بالفترة الماضية ممكن يكون لك تعامل مباشر مع زملاء أو مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو تستغل بواسطة أو شخص بتعرفه يدعمك بمسألة معينة فاتحقق من خلالها إنجازات أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي بيت الأصدقاء فيه نوع من أنواع الاضطراب عشان هيك بحملك نوع من أنواع الزعل أو العتب على بعض المعارف أو الأصدقاء لإهمالهم أو تقصيرهم أو لمحاولة فرض رأيهم عليك أو تدخلهم في شؤون حياتك حاول إنك ما تعصب وما تكبر الأمور المسألة لها علاقة بضغط الكواكب فهذه الأمور ممكن تخسرك صديق لو أنت ما انتبهت بشكل كبير وما تحاول تفرض سلطتك على أصدقاءك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية فيك أو في أحد الأحبة أو زيارة مريض أو عيادة مريض خلال هذا النهر طبعا القمر صار موجود في البيت السادس لعندكم فعشان يكل الأمور الصحية وأمور العمل هي أكثر شغلة بتكونوا تفكروا فيها في هاي الفترة بالنسبة إلى البيت الأول طبعا على المستوى النفسي اليوم النفسية روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم الروتين هو اللي بكون غالب على سلوككم وتصرفاتكم وطبيعة تفكيركم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فهو بدعمكم ممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية أو ممكن بعض الاهتمامات المالية أو تنشطوا ببعض الترتيبات المالية ممكن تحصلوا على بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الدعم أو أموال مسترد لإلكم أو نوع من أنواع الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ وإذا كان عندك تنقلات بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء نقاشاتك حاول أنك ما تعصب وما تخلي أي شيء يستفزك ممكن يكون لك تعاون مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن عصبيتك بتكون حادة على مستوى البيت حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن اليوم يكون عندك في لمة أو اجتماع عائلي أو لقاء أو نقاش عائلي مثلا أو اهتمامات بشؤون بيتية أو منزلية أو عقارية يعني أمور البيت برضو بكون لها نوع من أنواع الاهتمام وممكن يكون تقارب ما بينك وبين أفراد العائلك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي أنت حساس أو عندك تقلب بالمزاج خلال هذا النهار ممكن تتحسس من تصرف الحبيب أو من إهماله أو من تصرف معين أو كلمة مثلا ممكن تستاء لتجاهل وممكن يكون لك نوع من أنواع الحدية أثناء تعاملك مع أحد الأبناء أو ممكن خلاف ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس الأمور بتكون يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع الاندفاع أثناء التعامل مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفي فممكن أنه يستفزك أي أمر فأنت تتور وتعمل مشكلة أو ممكن أنك أنت تكبر الأمور أو تهولها حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الأموال المشتركة جيدة فممكن تنشط أو ببعض المسائل المالية المشتركة خلال هذا اليوم وممكن يكون في عندك مفاجأة معينة بتتعلق بشاء مالي إما تحصيل مالي أو ترتيب وضع مالي أو جدولة أمور مالية اليوم بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فإنت اتصالاتك وحواراتك وتعاملاتك اليوم بتكون على حسب طبيعتك ولكن تنشط في بعض الاتصالات أو مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة ببحث أو دراسة أو اطلاع على موضوع معين أو اهتمام بموضيع إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء ضاغط على مستوى بيت السمعة فمنقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك الفترة هاي بتطلب عمل متعاون أو تعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول ما تفرض سلطتك أو تتحكم بالأشخاص اللي حواليك بالفترة هاي على أساس أنه ما يصير فيه خسارة لإلك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وداعمة فممكن تنشط اليوم بلقاءات أو مناسبات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صديق أو تواصل مع بعض الأصدقاء يعني الأجواء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب ضاغط فعشان هيك بنقول لك ما ترهق حالك كثير في أعمالك حاول تركز بشكل جيد إذا كان عندك اليوم أي أعراض جانبية لأمور صحية وبتستوجب استشارة طبيب فما تتأخر برج العقرب طبعا بما أن القمر صار موجود في البيت الخامس لأيلكم يعني تثليث مع برجكم وهاي يعني تعتبر من الفترات الممتازة خلال هذا الشهر فعشان هيك بتكون مدعوم على المستوى النفسي والشخصي ثقتك بنفسك عالي كثير عندك قدرة على نجاز كثير من الأمور رغبة بالتحرك والانطلاق خلال هذا اليوم يعني حاسس أنه في طاقة كبيرة رح تكون حواليك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن أنت اليوم إذا ما تحركت وما انشطت في بعض المسائل ممكن يغلب عليك نوع من أنواع الاكتئاب أو نوع من أنواع صرف لفلوس بغير حساب حاول أنك ما تتفشش بالمصاريف وما تركز على أشياء بس مجرد أنك أنت بدأك تشتري وتتهرب من الواقع أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث بدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات ممكن تنشط بكثير من المسائل خلال هذا اليوم مسائل إلها علاقة يعني بالدراسة أو بحث أو مشروع معين أو خروج بنزهة أو رحلة أو أشياء من هذا القبيل يعني الأجواء داعمة لإلك وممكن يكون لك تعامل مباشر ما بينك وبين أخ أو جار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا بتكون روتينية خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على حسب طبيعتك بتنجز أعمالك واهتماماتك بدون ما تكبر الأمور بدون ما تضخم الأمور ما عندك نفس مثلا لدخول لمشاكل أو حوارات أو جدلات يمكن تتهرب حتى من الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ممتازة فاليوم ممكن تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتشعروا بقوة الحظ أو العاطفة والأمور المالية بوسعكم شراءه يعني شيء تجربوا في حظكم هاي فترة حظ ممتازة بتقوى علاقتك العاطفية وبرضو بتعرف فترة من البهجة والسرور أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي تقريبا ومستوى العمل فممكن اليوم تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تظهر بعض المسائل العملية أو بعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة ومفاجأة فممكن اليوم يحمل لك مفاجأة أثناء تعاملك مع الشريك إما بمشروع أو فكرة أو انطلاق أو تغيير جو مثلا أو مغامر معين أو مثلا انسجام أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن تحقق بعض الإنجازات المالية أو تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك إما أمور إلها علاقة بمثلا قرض مساعدة جمعية أشياء من هذا القبيل يعني فيه نشاطات على هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة أو الانهماك بمسألة بتتعلق بشخص خارج البلاد ممكن تكثر عندك الاتصالات اليوم أو تفقد بعض الأشخاص أو القلق على بعض الأشخاص اللي هم من خارج البلاد ممكن برضو تقلق بسبب أوراق قانونية أو أمور تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أو ما بين علاقاتك فممكن تلجأ لمشورة شخص أو واسطة من شخص لدعمك في مسألة معينة أو يشور عليك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء جيد وبرضو اليوم ممكن تنشطه ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء ممكن تهتم بلقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اتصال من صديقي ممكن يفاجأك يعني الأجواء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية بالغالب فعشان يمكن تنجز أعمالك بشكل روتيني واهتمامك بصحتك بشكل روتيني ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالراحة أو زيارة مريض برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول في نوع من أنواع الضغط عليكم في نوع من أنواع التوتر في نوع من أنواع أيك الحساسية من أجواء معينة ممكن عندكو كثير من المشاغل أو كثير من الأفكار فروسكو بس مش قادرين تنجزوا ولا أي إشي منها حاسين حالكم رأم مقيدين أو وقتكو مش بيدكم بالنسبة للبيت الثاني ممكن يعزز بعض المسائل المالية عندكم ممكن تستفيد ماليا خلال هذا النهار من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل الإضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدة أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث بيقول لك أنه اليوم يعني شوي ممكن تكون عصب المزاج فممكن اليوم تنشحن شوي بالعصبية أو الحدية من أدفع الأسباب حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم للسلبية مهما كانت الظروف حاول أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك وأثناء نقاشاتك من العصبية وبعد مرات يعني الأشياء اللي من الغلط أنك أنت تتفوه فيها خلال هذا اليوم اللي هو الكلام الجارح برضو أثناء قيادتك حكينا بدك تنتبه إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممتازة فبينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل مطلوب على مساكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة أو الأمور العائلية تجد تعاون من أفراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا يعني بتعمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمام مع أحد الأبناء مثلا أو أحد الوالدين ولكن أثناء تعاملك مع الأحبة حاول أنك ما تفرض سلطتك أو تتحكم أو تشك أو تتفقدهم بطريقة يعني ممكن تزعجهم أو تسبب نوع من أنواع المشكلة ما بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء على مستوى العاطفي ضاغطة بشكل حاد وخصوصا من تواجد المريخ وهي فرض السلطة أو التحكم أو اللعن أو السب على الحبيب أو الغضب منه أو رغبة بالانتقام منه أو يعني أشياء بتكون هيك هاي كلها نوازع داخلية موجودة بالثير وفي بعض الأشخاص الشك والغير هي اللي رح تسيطر عليه بالفترة هاي أو يعني نوع من أنواع هيك التقلب بالمزاج السريع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم وممكن تهتموا بإنجاز بعض الأعمال بشكل يعني كبير ولكن بالمقابل بدك تهتم لصحتك ما تجازف إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني شوي بيعمل نوع من أنواع هيك الاجتماع أو اللقاء أو القرارات العائلية وخصوصا ما بينك وبين الشركاء حاول ما تفرض قراراتك على الشريك وما تحاول تتحكم فيه أو تفرض سلطتك عليه ممكن اليوم تجمع ما بينكم بلقاء أو تتعاونوا على مسألة معينة يعني الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع اللطافة أو نوع من أنواع الإنسجام ولكن ما تعطلها بسبب عصبيتك أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط والإرباك بسبب عطارد والشمس فهاي شوي بتخليك إليك نظرة مادية أو أفكار مادية أو شوي بتكون يعني بتحسب بالدفعات والمصاري بشكل دقيق جدا بالفترة هاي وممكن ينشغل فكرك بأشياء ممكن عند البعض هاي تكون يعني سلبية إنك كيف تحصل على هاي الفلوس وهاي الفلوس بتكون مش إلك يعني ما الشريك ما الزوجي ما الحد معين بدك تأخذ منه سلفي بالإكراه أو سلفي بطريقة الجبر فهاي الشغلات ممكن شوي تسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو المشاكل النفسية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها روتين عادي يعني اتصالاتك وحواراتك مع الأشخاص خارج البلاد بتكون روتينية كما أنت معتاد ممكن اليوم تظهر بعض المسائل اللي فيها حدية زي النقاش أو عصبية أو ردة فعل سلبي بسبب نقاش معين اضبط أعصابك قدر الإمكان وإذا عندك امتحان أو مقابل اليوم دك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك خلال اليوم على مستوى بيت السمعة وبتعمل تقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو بينك وبين بعض معارفك ممكن تلجأ لاستشارة شخص بموضوع مهم ولكن الأهم إذا شار عليك أنك تنفذ اللي بيحكي لك يا مش تخالفه يعني اسمع النصيحة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى أصدقائك وعلاقاتك فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ممكن يكون فيه تعامل ما بينك وبين صديق بلقاء أو باتصال تفقدي يعني شوي يلطف الأجواء عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني بنقول لك حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير ما تدخل بأشياء فيها مغامرات أو إرهاق لجسدك راقب غذائك بشكل جيد إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وحاول أنك تستشير بأمور صحية ممكن اليوم تحمل لك برضو نوع من أنواع الزيارة إما لمريض أو تفقد مريض أو لمستشفى مثلا برج الجدي طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم عالي كثير برضو عندك رغبة اليوم بالانطلاق والتحرك لأكثر من مسعة ممكن تهتموا بحالكم أو بشكلكم أو بلبسكم مثلا أو بقصة شعر مثلا يعني عندكوا اهتمامات شخصية عالية جدا اليوم مشحون أنت بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ممكن شوي تبالغ بمصاريفك أو تشتري أشياء أنت مش بحاجتها أو تتفشش بالمصاريف حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تبذر يعني مصاريفك بأشياء أنت مش بحاجتها ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدي خلال هذا اليوم اللي تطلب منك جهد لترتيبها أو وضع قطوط عريضة لإلها أو طريقة الخلاص منها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة فاليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أهم إش أنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقتك أو علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون منتعة وبتستفيد من علاقتك مع المحيط بشكل جيد ممكن يكون لك برضو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في ضغوط في أشياء مزعجيتك في أشياء بتصير مش بالشكل اللي أنت بالدكية إما أمور عائلية أو أمور إلها علاقة بالوضع المنزلي ترتيبات أو ديكور أو تنظيف أو مشتريات مستلزمات أعطال كلها هاي ممكن أي شيء منها ممكن يوترق خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة اليوم تدعمك بقوة فممكن يصير تواصل أو لقاء أو اتفاق ما بينك وبين الحبيب أو انسجام ما بينك وبين أحد الأحبة زي الإبن مثلا أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي تحمل نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل صحيح أن الفرص إيجابية وبتدعمك خلال هذا النهار ولكن ممكن أن تنضغط بكثير من المسائل أو الأشياء اللي بتتعلق بالعمل أو يصير فيه أشياء ما بترغبها أنت في العمل وممكن برضو بعض التقلبات الصحية تصير معك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع التوتر على مستوى أمور الشراكة فما تحاول تفرض سلطتك أو تتحكم بالشريك أو تطلع نبرة التحكم أو فرض الرأي على الشريك حاول برضو مواضيع الغيرة والشك إنك ما تخليها هي المسيطرة بالشكل الأكبر على أساس ما تعمل مشكلة كبيرة ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب أو ترتب بعض الديون أو بعض الالتزامات أو تقلق بترتيب وضع مالي ما ممكن تنشغل بحسابات أو بمحاسبة أشخاص ماليا أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى أمور الاتصالات البعيدة أو الاتصالات البعيدة مع خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تخوض كثير من النقاشات لها علاقة بالسياسة أو الدين أو الفلسفة ممكن تبدي وجهة نظرك ولكن ما تتعصب لرأي أو لفكرة لأنه ممكن أن تكون غلطان وأنت مش منتبه إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة اليوم بدك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاول أنك أنت تدرس وتستعد ما تعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة تقريبا الأجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا النهار فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة إذا تعاونت مع أشخاص يساعدوك في هذا الموضوع زي زملائك أو رؤساك بالعمل أو المحيطين فيك اللي بتمون عليهم أنهم يساعدوك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلى علاقة بالأصدقاء فممكن تنشط بلقاء الأصدقاء أو بمناسبة أو دعوة لخروج مثلا أو تعاون ما بينك وبين بعض الأصدقاء بيكون بشكل جيد جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تنتبه ما تجهد حالك كثير على مستوى العمل وبرضو ما ترهق حالك في كثير من الأمور حاول أنك تضبط عصابك راقب صحتك راقب غذائك وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم المزاج عندكم يعني شبيل للأيام الماضية يعني شوي في نوع من أنواع الراحة أو التقلب أو يعني مش مفهوم الوضع بالنسبة للوضع الشخصي بالنسبة لكم بالفترة هاي بسبب هالتقلبات اللي بتصير حواليكم بتسارع عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة فاليوم في فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف هاي الفترة سهولة في مجال عملك أو الأعمال اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح إن استغلت الفرص الإيجابية لتحقيق هاي المكاسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتعمل نوع من أنواع العصبية ما شي عندك طاقة للتحرك والاتصالات والتواصل مع المجتمع ورغبة في الخروج وتغيير الجو أو النزهات ولكن بالمقابل العصبية بتسيطر والإندفاع بسيطر عليك وممكن تنفعل أثناء تعاملك حتى مع أخ أو مع جار اضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وبتعمل تقارب ما بينك وبين العائلة أو أفراد العائلة فممكن اليوم يكون في لقاء أو اجتماع أو اهتمام بمسألة عائلية شوي يعني بتتطلب منك الاهتمام ممكن زيارات ممكن تفقد صحة أحد أفراد العائلة أو ممكن مشاغل داخلية للبيت تزبطات وترتيب أو ديكور أو أعمال صياني أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية ما زالت قوية وبتدعمك بقوة بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب أو الأحباء اللي هم الأبناء أو الوالدين فبتدعمك بقوة بتعمل نوع من الأنواع الإنسجام الرائع أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأجواء متقلبة وضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ما مضلش كثير يعني إلى 15 شهر وبعدين الأجواء بتصير إيجابية ولكن من هو إلى 15 شهر بدك تتحمل تتحمل كل هاي الضغوط رتب أوضاعك ادرسها بشكل جيد استغلها للتجهيز للفترة القادمة ولكن صحيا بدك تنتبه وما في مجال للتأجيل إن شعرت بأي شيء غير اعتياد راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى بيت الشراكة فبتعمل تقابل ما بيلكم أو تلاقي على مسألة معينة أو حلم لمسألة معينة ممكن تكون ضاغطة ممكن تتراجع عن قرار أو تتفاهم أنت والشريك على خطوط عريضة للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة برضو فيها نوع من أنواع الضغط فبتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو القلق المالي فممكن من كثرة الحسابات أو كثرة الضغوط أو مطالبات أو الديون أو أمور مالية طارئة بتظهر أو ظهرت بشكل مفاجئ فشوي أربكة الوضع المالي عندك فأنت بتبحث عن مخرج حاول أنك تركز بشكل جيد بتجد المخرج إن شاء الله أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيخلي عندك نشاط أو حيوية بالاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالنقاشات السياسية أو الدينية أو الفلسفية خلال هذا اليوم أو أهم شيء أنك ما تحاول أنك تفرض رأيك وما تتبع أسلوب خالف تعرف أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية برضو بتدعمك على مستوى موضوع إلو علاقة بالسمعة فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو واسطة معينة تستغلها أو مشورة أو عمل مشترك أو تواصل ما بينك وبين شريك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو بيدعمك على مستوى أصدقائك ومعارفك فاليوم بيحملك لقاء أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أو تفقد صديق مثلا فالأجواء مع بينك وبين الأصدقاء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك دير بالك يعني ما تجهد حالك كثير وما تراكم الأعمال بشكل كبير صحيح الجو بيدعمك بساعدك على إنجاز الأعمال ولكن ما ترهق حالك ممكن اليوم تنشط بزيارة مريض أو تتفقد مريض أو أنه أنت اللي تكون يعني بحاجة لمراجعة طبيب أو مستشفى برج الحوت طبعا اليوم كمان ثقتكم بأنفسكم كبيرة أنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم الأجواء على المستوى المالي يعني تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية تكون بشكل جيد ولكن أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك ودفعاتك وفي نفس اللحظة ما تستخدم المال كوسيلة ضغط لتحقيق شيء أنت بدكية يعني ما تساوم على الأمور المالية وبرضو قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتقدر تحكي إنها إيجابية بتدعمك على المستوى النفسي وعلى مستوى نشاطك فبتعطيك نشاط للتنقلات أو التفكير بالخروج بنزهة أو الانطلاق بموضوع معين أو ممكن النقاش على مسألة معينة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ بدك تدرس وتستعد وأثناء تنقلاتك حاول أنك تنتبه أثناء القيادة خصوصا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة ودعمة على مستوى البيت بشكل كبير فاليوم تحمل لك لقاء أو تعاطف أو إنسجام ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اليوم تتفاوضوا على مسألة معينة أو تتفقوا على مسألة معينة أو تجتمعوا على مسألة معينة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات المنزلية زي ترتيب وتصليح وديكور وأهتمامات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت ضاغطة على المستوى العاطفي فهي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ما تعتمد على الحضوظ نهائيا ولا في أي مسألة خلال هذه الفترة لأنه ما زال عطارد بيتراجع في هذا البيت فبيسبب لك نوع من أنواع التوترات في باقي من هولا 15 شهر الأجواء بصير إيجابية ولكن ما قبل هيك ما تحاول تفرض سلطتك وما تشك وما تغار وما تحاول تستفز الحبيب ممكن يكون لك بعض الاهتمام بأحد الأولاد أولادك مثلا أو أحد أفراد العائلة ولكن العصبية ممكن تظهر وتحدث خلاف ما بينكم إذا ما أحسنت التصرف والتدبر يعني بتحمل قلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي ضاغطة شوي فهي بتسبب نوع من أنواع الإرباك على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجزها خلال هذا النهار وممكن تحمل لك نوع من أنواع القلق الصحي أو الشعور بالتعب أو الإرهاق حاول قدر الإمكان أنك تراقب الأوضاع هاي بشكل جيد وما ترق حالك كثير ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وداعمة على مستوى الشراكة فممكن اليوم نصير فيه انسجام أو ألف ما بينك وبين الشريك أو اتفاق على قرار معين أو إنجاز مسألة معينة تكون لصالحكم أنتو الطرفين إن اتفقتوا على هاي المسألة لأنه إذا ما اتفقتوا معناته بدها تكون الفترة فيها خلاف كبير بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو على مستوى الأموال المشتركة إش ويم أرقيتك إما أنك أنت بتسعى لموضوع دعم مالي أو تحصيل مالي أو اهتمام باسترجاع فلوس إلك ما أنت كنت معطيها لأشخاص بتحاول تستردها أو بدك نوع من أنواع يعني الدعم المالي زي قرض أو مساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بشيء بتعلق بدراسة بامتحان بأوراق قانونية بمعاملات إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم يعني بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى علاقاتك فممكن تمجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك أو سيطرتك أو العتب أو اللوم أو الأخطاء ترميها على زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تفتح خلافات وبرضو ما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم وبرضو ممكن يكون لك تعامل مع أصدقاء وممكن برضو يعني تكون في دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تنشط بالزيارات العائلية أو الزيارات ما بينك وبين الأصدقاء كواجب أما بالنسبة لبيت المتاعب فبساعدك بإنجاز الأعمال ورقابة صحتك وبرضو في نفس اللحظة بيحميك من بعض المسائل وممكن تظهر بعض المسائل عندك لزيارة مريض أو تفقد حبيب مثلا وضعه الصحي شوي مقلق هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء